تحتفل جامعة الكويت يوم غد بالذكرى الواحدة والخمسين لافتتاحها من قبل أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم الصباح وذلك في السابع والعشرين من نوفمبر لعام 1966 في خطوة رائدة بتاريخ ومسيرة التعليم العالي في دولة الكويت وتولت جامعة الكويت مسؤولية إعداد وتأهيل الشباب باعتبارهم ثروة الوطن والمسؤولون عن تأسيس عالم المستقبل بسواعدهم القوية والثقافية والعلمية من خلال تقديم تعليم متميز والمساهمة في إنتاج المعرفة وتطويرها ونشرها لتحقيق أهداف التنمية واحتياجات المجتمع